فارساً عراقياً اسمه حمدان كان قد قتل الكثير من الجنود الإنجليز بعد احتلالهم العراق واستولى على مخازن للأسلحة والذقائر وكان يهاجم قطارات التموين البريطانية كان مع حمدان عشرة فرسان من أتباعه غلاظ، شداد، شجعان وقد عجز الإنجليز عن قتلهم أو القبض عليهم رغم الكثير من المكائد أرسل الإنجليز عملاءهم للاتصال به مرات عديدة لكنهم فشلوا وأخيراً أرسلوا رسالة إلى ملكة بريطانيا يومها يشرحون فيها واقع حمدان وأتباعه وصعوبة مواجهته ويخبرونها بأنه أوقع فيهم خسائر كبيرة فجاءت رسالة من الملكة تأمرهم فيها بالاتصال بحمدان وتقديم الكثير من الأموال والألبس والذهب والفضة مع فرس فازت بآخر سباق في بريطانيا هدية من جلالة الملكة وأمرت بأن يركب حمدان جواده وينطلق وحيثما يتعب الجواد ويتوقف تصبح جميع هذه الأراضي ملكاً له وتحت إمرته مع من عليها من البشر وبعد اتصالات وافق حمدان على أن يلتقي بوفد الملكة بعد أن أحكم حماية المكان ونشر أتباعه ونصب خيمة كبيرة وسط إحدى المزارع في منطقة المهنوية في الديوانية حضر الوفد البريطاني ومعه الهدايا مع شخصيات إراقية مرموقة كشهود وعرض الوفد فكرة الملكة على حمدان الخاصة بتمليكه جميع الأراضي التي سيعد عليها الحصان وافق حمدان وركب جواده ومعه رئيس الوفد الإنجليزي الذي يجيد اللغة العربية وانطلق معا وسط المزارع وفجأة توقف حمدان وترجل عن جواده ثم دنى من أذن جواده وراح يهمس فيها ثم يضع أذنه قرب فم الجواد ويهز رأسه كمن يسمع حديثا ويوافق عليه فدهش رئيس الوفد البريطاني وسأله بالاستغراب هل إن جيادكم تتكلم؟ فأجابه حمدان نعم إنها تتكلم قال وماذا قالت؟ وماذا قلت لها؟ وماذا قالت لك؟ فقال حمدان لقد طرحت على جوادي فكرة الملكة الخاصة بتمليك الأراضي التي جرى عليها الحصان فرد علي الحصان قائلا يا حمدان إن الأرض أرضكم فكيف تسمح للأجنبي بأن يمنحها لكم؟ فانزعج رئيس الوفد وعاد مسرعا مع هداياه وكتب إلى الملكة يقول يا جلالة الملكة لقد أهاننا حمدان وقال لنا إذا كانت حيواناتنا لا تقبل بفكرة الملكة فكيف نقبلها نحن البشر؟ فأمرت الملكة بإلقاء القبض عليه وإعدامه لكنهم عجزوا عن العثور عليه وعاش حمدان إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي لم يذكره أحد في كتب التاريخ العراقية أو العربية ولكنه ظل بجدارة في سجلات الوثائق البريطانية المصدر وثائق السفارة الفرنسية في بغنة